إذا كان التحقيقات هذا هذم الأشخاص قالوا لهم حرقوا واللي قال لهم حرقوا مسكتوا منهم حتى توصلوا لي حتى إلى الأمم المتحدة ليست مشكلة ولكن أنكم تنهيوها أنتم بهذه الطريقة وتروحوا فقط والآن توصلوها إلى قطع العلاقات دبلوماسية مع المغرب وكذا وكذا ماذا لو أن المغرب الآن بنظريت المؤامرة التيعكم هذه يروح يرفع دعوة عند الأمم المتحدة ويطلب تحقيق دولي القضية دولية أنتم دولتوها أنتم ما دولتوها عندما تربطتوها بأياد خارجية وبعد ذلك تربطتوها بدول ماذا لو تقوم إسرائيل اللي هي عضو في الأمم المتحدة تطلب تحقيق دولي حكم دولتوها يعني يرى غدوة تطلب المغرب تحقيق دولي في تهمة موجهة إليها راح تتحرك الجنائية الدولية يتحرك الجنائية الدولية وتبعث وفود ويلتق مع المتهمين وتولي فضاها يحكم بقلاجة وإن كنتم صادقين حقيقة على باني ما تخافون وإن كانت هذا التضارب الكبير المغرب الآره متهم رسميا في التورط في حرائق الغابات وقتل جمال بن سماعي هو من الجعل القضاء في قضية بيغاسوس والآن ماذا لو يلجأ الآن المغرب إلى التحكيم الدولي بهذه الطريقة أنتم دولتم الحديث عن المؤامرة بهذه الطريقة في ظل هذه الظروف أنتم تضروا في الدولة الجزائرية يعني في رأيكم أنتم عندكم مدة وأنتم تروجوا أنه الماك مدعوم من المغرب وأنه رشاد مدعوم من المغرب بل جت وسيلة إعلام تتحدث أنه فيه اجتماع جمع زيطوت مع فرحات مهني وكذا 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 من هذه الأمور وبعد ذلك أحدث تصريح قالوا نهار 12 باش يغتالوا جمال وبعد ذلك أبدلوها قال لك لا لا أرأي أبدلوا الجمل أخلاص لأن العملية لإجتماع حدث بعدها اغتيال جمال رحمة الله عليه وبدأوا يحكوا في هذه الحكايات أنا ما نقول كلام هذا ندافع زيطوت زيطوت مختلف معها في كثير من الأمور انتقدت وانتقدني ولا أني فمعفو الحاتم هني راني انتقدت كثيرا ومرارا وتكرارا وراني ضد الطرح انتعوا الانفصالي وهذه الطرح مرفوض وملفوض وهو إجرامي بحق الوحدة الترابية الجزائرية هذا مفروغ منه ولكن على الأقل عندما تتابعوا الناس ما تورطوش الدولة ما تورطوش الدولة غدوة أنتم رح تقدموا على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ماذا؟ بسبب بيغاسوس مثلا وبسبب حرائق الغابات الآن المغرب قتلكم يتجه نحو التحكيم الدولي أكم دولتم القضية أنتم تقولوا رانا ضد تدويل أنتم تجرم واحد جزائري يتعرض التعذيب يشكي في كل البلايس تحاربوه وانتم عوقتوه ودرتوله البلاوي في صحته يعيش بالدول لما يلجأ إلى الأمم المتحدة وهذا أمر مشروع الجزائر موافقة عليه والجزائر معوضه في مجلس حقوق الإنسان لما يلجأ هنا تحاولوا تديروه خائن وعميل وأنتم بهذه الطريقة تعملوا على تدويل ما حدث في الجزائر وستدفع ثمنه الجزائر ما شرح تدفعها التوم لا أمر آخر هناك خطر آخر كبير مؤخرا محمد العربي زيتوت كان في لايف وفجأة جاتوا الشرطة راح أرجع قال بأنه الشرطة رجت بلغاته بأنه حياته مستهدف بغض النظر على الانتقادات وبعد نشر فيديو يتكلم عن الشرطة يهضر في أمور جر مقطع هناك انتقادات إلى هذا المقطع أنه كان بلا لحية وبعد ولا بلا حية ومش نعارف واش خليني من هذه الأمور ولكن الوجه العام أنه سواء كان زيتوت صادق المية في المية أو أنه دخل فيها شوي بروباقندا سياسية أو شيء من هذا القديم ولكن خطاب الجزائر في هذه المرحلة خطاب المؤامرة والتحريض بهذه الطريقة أجزم لكم سيدفع إلى حدوث جرائم اغتيالات في الخارج إما عن طريق الأجهزة أو عن طريق ناس يندفعوا بعمل معزول انتقاما من من يشوفوا فيهم راح يمسوا في الوحدة الترابية ويمسوا في بلدهم وفي كل الحالة من يتحملها ستتحملها الدولة ولا قدر الله تحدث عملية اغتيال في الخارج والله ستكون كارثة وبال على الجزائر وأنتم وفرتم كل الظروف السياسية والأمنية والإعلامية التي تجعل أصابع الاتهام موجهة إلى الجزائر نفرض الجهة المعارضة ما كانش واحد يغتال نفسه باش يتهم النظام والنظام أيضا يعرف بأنه أصابع الاتهام ستوجه إليه ما ظنيتش مثلا من حيث ما بدأ ما يروحش يديرها يكون طرف ثالث يتربص بالجزائر يروح يستهدف أحد المعارضين في الخارج مع عملية اغتيال أنا نتمنى السلامة لكل واحد مهما كان اختلافه اللي نحبه يتحاسب يتحاسب بالقانون مش بالجريمة ما تش يدفعش الثمن للجزائر غالي تلقى في نفسها في أزمة تعالوا كربي من نوع أخر أنتم ما قاعدين تجيبوا في الأزمات للجزائر بهذه العقلية الدول والأنظمة الذكية رأي دائما تستعمل الخطاب اللي يبعدها عن الجريمة ويبعدها أنها تعيش شعبها وتهولوا أنتم عكس ذلك تماما راكم تديروا في أشياء اللي تخلي الدولة تنفجر تخلي الوضع يذهب إلى الهاوية لا ما هوش خطاب هذا يوميا شنغريح المؤامرة والجزائر في الخطر وكوارث تبون كيف كيف المحللين السياسيين في وسائل الإعلام كيف كيف الكراهية التي بلغت مداها ضد كل من يقول الجيش الإلكترونية اللي تجندوا فيها تسبوا وتتكلم إلا ما تحت الحزام جو دولة صورة دولة كيف شرح تكون بهذه الطريقة أوقفوا هذه المهازن أوقفوا هذه المهازن الطريقة التي تعاملتم بها مع حرائق تزوزه والولايات الأخرى ستفتح حريق آخر على الجزائر والأيام بيننا سجاد إذا لم تراجعوا خطابكم السياسي وخطابكم الأمني وخطابكم وتحركاتكم الاستخباريين اكسبوا الشعب في الداخل الشعب طالب بالتغيير أقنعوه أنكم تديروا في التغيير لأنكم في الحقيقة ما درتوا حتى تغيير دا عدين تديروا في التعيير عبر شبكات التواصل الاجتماعي وعن خطابكم الرسمي أدرك تماماً أن النظام الآن في زمن ما أضاء مهما انتقدنا النظام كانت عنده أدمغة وكفاءات الآن عنده ناس جاهلين ما يملك قدر على الكلام وعلى التخديد يجر فيكم خالد نزار بعقلية التسعينات يجر فيكم توفيق بعقلية التسعينات عقلية التسعينات الأمنية والسياسية والإعلامية راهي ما تقدرش تطبقها الآن في عالم تحول إلى قرية صغيرة العالم تخير وأنا أقول لكم إذا لم تتغيروا ستغيروا هذا هو الواقع اللي كان من المفروض تحدثوا التغيير على الأقل إذا كنتم هذا هو التغيير اللي تشوفوا فيه أقنعوا الشعب بأنه تغيير والله لن تستطيعوا أن تقنعوا طفل صغير ويكفي ما يحدث في شبكات التواصل الاجتماعي إذا كانوا حابين تقنعوا الجزاء الناس بالجزاء الجديدة مش بالذباب الإلكتروني مش بالكبرانات والجنود تحولتهم ساكن إلى ذبابه ويجب عليها غصبا عنه يحل مواقع بش يسب الناس ما هكذا تحدث التغيير بانتخابات شكلية شاركت فيها أقلية الأقلية تعيش الجزائر في جو مطاع مؤامرة معناها خلاص كيعيش الجزائر خايف والشعب خايف راي معناها خلاص مادام خافوا ما يخرجوش معناها رحادة الجزائر الجديدة هذا حمق هذا غباء نعم هذا ليست سياسة ليست سياسة الدولة ولا سياسة أجهزة أنتم أغرقتم الجزائر عادي النظام أن شعب يشوف النظام كل فاسد رموز فطرة معينة كانوا كلهم فاسدين اللي كان يدافع عليكم الآن كانوا بالأمس فقط يدافعوا على الفاسدين أنت أمس البارح كان يدافع على ويحيا اليوم يدافع على جماعة أخرى ويحيا ظهر فاسد أنت خلاص في خط المزدقية تاك النظام اللي يعتمد عليك مرة أخرى راه يضر في المزدقية بل أنه كان البارح يمدح في أويحيا اليوم راه رئيس جمهورة أنني أريد وساد نيكي ورافيق درب سيحمد التقيقة المجددة فيه من طرف فخمت الرئيس وأعتبر أن تقيقة في محلها لأن له كل تجربة وكل حينكة في تسيير أصعب الظروف أنني أقول أنني أقول بصفة رسمية ونكرر لأنني في سنة نقول في هذا الكلام أقسم بالله العالي العظيم أنه برنامج فخمت الرئيس ما يتوقف توقع يعني حيكون فوز فوز كبير لا فلان هذي اختراف أتمنى إن شاء الله وهذا تبوت يعني النظام أنتك صبحت غبيلي هذا الحد يعني ما عندكش حتى رجل من رجال تاريخك رغم عندك بزاف ناس ضار كانوا مسؤولين قبل ورهم في التقاعد في بيوتهم كان بالإمكان الاستعانة بهم في هذا الظرف جيبوا وجوه جديدة ما عليها شبهات ولا أي شيء ستقنع الجزائريين على الأقل بأنه فيه نوع من التغيير لكن هذا منطق هذا منطق عندما يكون رجال دولة ولكن عندما يكون نظام عصبات فالحال كما ترون العصبات هي الوحيدة التي تعيش دائما في جو الخوف وتريد أن تعيش الآخرين في جو الخوف العصبات هي التي دائما مهوسة بنظرية المؤامرة ولذلك تتعامل بمنطق المؤامرة مع كل شيء تتعرض له أما الدولة حتى لو تكون عليها مؤامرة عمرها متعيش شعبها في جو من المؤامرة القادم أسوأ وهذه العقلية الأمنية البحثة والبوليسية النزارية التوفيقية الشنغريحية ستجر البلاد إلى ما لا يحمد عقبات أوقفوا هذا الخطاب البائس أوقفوا هذه الطريقة البائسة والرخيصة بمعنى الكلمة في التعامل مع مستقبل الدولة الجزائرية نعم هناك معارضات مشبوهة وهناك نظام مشبوه هناك مسؤولين فاسدين وهناك معارضين فاسدين والتعامل مع هؤلاء عندما تبني شرعية المؤسسات ويلتفوا حولها الشعب سيغلق الأبواب عن الفاسدين سواء في الإعلام أو السياسة أو أي مكان أو في القضاء أو غيره نظرية المؤامرة والمبالغة فيها يا سعيد شنغريحة عواقبها سلبية حتى وإن كنت تراها إيجابية من حيث تخيف الناس لأنه هدف النظام الآن أن يخوف الشعب الجزائري من أي حراك جديد هذا هو الهدف وإنهم سيذهبون بالجزائر إذا ما أحدثوش فتنة داخلية لا قدر الله سيوصلونها إلى صراعات خارجية وورطون الجزائر في ملفات دولية بهذه العقلية التي لا تصلح حتى لقيادة عصابة فضلاً من أنها تكون لقيادة الدولة بمستوى الجزائر الحديث طويل متشعب ومؤلم وموجع ومفجع في هذا الأمر سنكمل فيه بإذن الله تعالى في مداخلات أخرى ترجمة نانسي قنقر